صدمة قدسية في الشارع الفرنسي السياسي ايه اللي حصل؟ قالك انه هزيمة هزيمة مدوية بينالها الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الفرنسي وتحالفه معا امام اليمين المتطرف والطيورات اليسارية وتؤدي في النهاية الى كارثة للرئيس ماكرون وانه اصبح يحكم بالاقلية داخل الجامعية العمومية الفرنسية انتخابات التشريع الفرنسية اهو عندنا فيه قدام حضراتكم انتخابات التشريع الفرنسية نكسة للاقتلاف الرئاسي واختراق تاريخي لليمين المتطرف وعودة قوية لليسار اللي هو مارين لوبا بتتولى المعارضة الحقية في الجامعية الوطنية الفرنسية بتقول ان احنا لن نكون عكازة لمكرون انما سنكون معارضة حقيقية وقد فقد الاغلبية الاول مرة وخده 230 مقعد مقابل 89 مقعد لمارين لوبان وهزبها وايضا فيه 149 لالاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اذا بيفقد الرئيس الفرنسي الاغلبية وبيحكم الاليزيه باقلية ربما تكون اصعب فترات الحكم اللي هيوجهها مكرون خلال الفترة القادمة خلينا اقول له حضرتكم هذه الانتخابات كانت فيها مفاجآت عندنا وزيرة الصحة السابقة سقطت وزيرة البيئة سقطت وكاتبة الدولة سقطت رئيس الجامعية الوطنية السابقة سقطت وزيرة الشباب سقطت في الانتخابات حزب مكرون قدام مين؟ قدام عاملة نظافة في احد الفنادق الفرنسية قانت اضرابا عماليا طويلا ومنه دخلت الى عالم السياسة اهو قدام حضرتكم الانتخابات التشريعية الفرنسية راشيل كيك عاملة النظافة التي اطاحت بالوزيرة السابقة روكسانا دي افريقية الاصل من سحل العاج ووصلت الى فرنسا في اعقاب الانقلاب اللي شارت سحل العاج ويشتغلت في احد الفنادق الفرنسية وكانت بسيطة لا علاقة طلاب السياسة حصل اضراب تزعمت الاضراب داخلت الانتخابات كسبت الانتخابات داخلت البرلمان على حساب وزيرة سابقة في الحكومة الفرنسية